مبارتين في الدور تمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون في النسخة رقم 33 كانت المباراة اللي انتهت منذ قليل انتصار قوي ومستحق لمنتخب تونس على منتخب نيجيريا بهدف دون مقابل سجله يوسف المساكني بتصويبة بعد أداء رائع ومروغات فردية خارج منطقة الجزاء وتصويبة تغالط حارس مرمى منتخب نيجيريا تونس بهذا الانتصار تأهلت لمواجهة منتخب بوركينا فاسو اللي تعادلوا مع الجابون بهدف مقابل هدف ثم أكملوا الماراثون في الشطين الإضافيين وبوركينا سجلت هدفا ألغي بسبب التسلل بركلات الترجيح لما دا كان بيسجل دا كان بيسجل ولما دا كان بيضيع دا كان بيضيع حتى لو كانت كورة وكورة بعد انتهاء الخمس ركلات ولكن ركلة أخيرة أهضرها منتخب الجابون ورد عليها منتخب بوركينا فاسو بهدف فتأهل إلى الدور المقبل تونس ضد بوركينا فاسو أول مواجهة بتتحدد في الدور ربع النهائي تونس من المفارقات ان دا الفريق اللي كسب ماتش واحد بس اللي هو بين خسارتين في الافتتاح قدام مالي وفي الختام قدام جنبيا نجح في انه يتأهل بعد ما استنى هو من حسن حظه انه ما استناش كتير لانه آخر مباراة لعبت في دور المجموعات كانت تونس فاتغلبوا وعرفوا هما في المرعب انه هما تأهلوا لكن كانت الاسئلة كلها عن انه هل الفريق اللي تأهل بس التلات نقاط هيعرف يواجه العملاق الوحيد اللي كسب التلات ماتشاط ليه في دور المجموعات منتخب نيجيريا ومنهم انتصار قوي بمستوى قوي على منتخب مصر المتوج التاريخي بهذه البطولة التساؤلات اترد عليها النهاردة رغم كم الاصابات بكورونا اللي طالت حتى منذ الكبير المدير الفني لمنتخب تونس مباراة افضل كثيرا من التلات لقاءات اللي لعبوها في دور المجموعات اداء دفاعي جيد وقت الاستحواذ النجيري وحتى بعد التقدم لمنتخب تونس عرفوا يجروا المباراة زيما هم عايزين يستحوذوا على الكرة وهب الخزري العائب من الاصابة بالكورونا مبارح بس نزل بديل وقف على الكرة شويتين قبل يوم كان المساكني اللي خرج بنزول وهب الخزري سجل هدفا رائعا تصويبة قوية بينجح فيها منتخب نصور قرطاج في الفوز على السوبر ايجلز الاخرين منتخب نيجيريا ودع عملاق اخر البطولة اللي ودعها بدون المجموعات الجزائر وغانا من بدري بدري نيجيريا كمان بتودع اي نعم على حساب عملاق او لصالح عملاق تونسي لكن العمالقة يودعون ومن يتوج في النهاية بالبطولة منتخبنا ملوش اي دعوة بالكلام ده ان شاء الله عملاق مستمر حتى النهاية ليتوج بالبطولة مطشين اتلعبوا النهاردة وبكرة مطشين تانين مبارتاء الغد برضو الساعة ستة والساعة تسعة هتشهد ظهور المستضيف حامل لقب نسخة 2017 الكاميرون بمواجهة احد الاحصنة السوداء في هذه البطولة ومنتخب جزر القمر اللي في اول مشاركة في تاريخه بيصل الى الدور تمنى النهائي الساعة تسعة مساء لكن عندنا تفاصيل عن المواجهة دي غينيا مع جنبيا مباراة قد تكون على الورق اسم فريقين مش متأكد ان هم هيدونا متعة وان كان غينيا منتخب بيلعب كرة حلوة في مواجهة جنبيا حصان اسود حقيقي في هذه البطولة تأهل على حساب او حتى سابقا عملاق زي المنتخب التونسي ومتفوقا عليه دي مباراة تكون الساعة ستة غدا بإذن الله فان شاء الله مشاهدة ممتعة المباراة الاولى النهاردة اللي جامعت ما بين بوركينة فاس والجابون كانت جنانها في حيات كتيرة قوي المباراة كانت فرص هنا وفرص هنا بكل الاتجاهات من العمق هتلاقي فرص كرات عالية من وراء المدافعين هتلاقي فرص كرات من الاطراف هتلاقي فرص والكلام هنا يمشي على الجابون ويمشي على بوركينة فاس ومباراة حلوة اي نعم فيها ساذاجة دفاعية هائلة لدرجة انك كنت بتشوف انفرادات كتيرة وتقلق للحرس من هنا وهنا لكن الساذاجة دي احيانا بتدينا ناتج حلو متعة في الكورة بتلاقي اربعة رايحين انفراد بيضيعوها بتلاقي ناحية التانية تترد برضو بتلاتة رايحين انفراد فبيضيعوها ومطش كان مش مفهوم مين اللي هيحسمه وبعد تعادل منتخب الجابون في الديها الاخيرة بقى التساؤل هل المعنويات البوركينة بية المنخفضة بتعادل في اخر ثواني بعد كمية فرص ضيعوها هيكملوا بالمعنويات المنخفضة ولا هتصحى صحيوا وكانوا افضل واستحقوا لكن ما كان اغرب شيء في هذه المواجهة هو الكابتن ردوان جيد حكم المباراة اللي الناس كلها بتتساءل انت كنت متعصب اوي كده ليه ايوة المباراة كانت الحقيقة فيها التحامات بدنية عنيفة فيها بطاقة حمراء حصل عليها المنتخب الجابوني بعد هجمة مرتدة ضمن هجمات بوركينة فس وقت ما الجابون كانوا بيضغط عشان يجيب التعادل اه كان فيها التحامات عنيفة شويتين لكن اللعيبة نفسها ما كانتش شارسة يعني ما كانتش يعني بتبصل بعض بصت انا جاية موتك فانفعالات ردوان جيد كانت هي اللي تخوف هي انفعالاته متوقفتش عند انه كان بيزعق في اللعيبة وكان بيجري على اللعيبة يعني ليه ما كانتش بت يعني بالعنف ده لكن انفعالاته كمان ظهرت لو انت مسكت المطش بما بعد المباراة باللي حصل فيه هتلاقي 14 بطاقة صفراء موزع على الفريقين هتلاقي بطاقة حمراء بعد تحول بطاقة بطاقتين صفراوين الى بطاقة حمراء فكان فيه مبلغة في استخدام الانذارات وانا الحقيقة اتبسطت ان اللعيبة كانت متقبلة ده لانه حسيت ان المطش هيبوز مننا من كتر الانفعال اللي كان في الحكم ردوان جيد هو من الحكام المميزين على اي حال وان كان مش هو اللي ظلم لكن الحكم المساعد ظلم منتخب الجابون بعد التعادل في اخر دي امن الوقت الاصلي للمباراة بانه كان فيه كرة خط المنتصف راجعين بكاونتر اتاك فتراوري بصاها او عفوا المنتخب الجابون هو اللي كان بيهاجم فكرة يعني نص ملعب فبيش اوف سايد وكانت مش اوف سايد فبالتالي اي لقطة زي دي بتبقى جدلية الكرة بتكمل وسيبه يا اخي يجري نص ملعب يجيبها جوله وقول له اوف سايد نشوف الفار لكن هو الحكم كان هو كمان داخل في المود قوي فراح رافع الراية فحرم الجابون من هدف او من فرصة كي ممكن تتحول الى هدف تخليهم يتأهلوا لكن دي من الاخطاء الخطيرة الحياة في هذه البطولة لانها قد تكون اثرت بشكل مباشر في توديع الجابون وتأهل منتخب بوركينا فاسو لكنه يبقى في النهاية على مستوى الكرة تأهل مستحق لمنتخب بوركينا فاسو النهاية التانية بقى تونس انا بحييهم على فكرة على الوقوف على رجليهم بعد المستوى اللي ظهروا به في دور المجموعات مع غيابات كتيرة النهاردة بتلاقي عيفا بيلعب مساك بتلاقي دراجر بيلعب ناحية اليمين بعد المسلوسي ما تصبه وبعد عيفا ما تتغير بتلاقي ناحية الشمال كمان الحدادي بتلاقي اسماء بتظهر ما كانتش بتاخد فرصها فجأة بتلاقي نفسها في مشاركة اولى في دور اقصائي ورغم كده كان فيه ثابت وكان فيه مستوى رائع رجولي من لعبي تونس فاستحقوا التاهل مبروك لمنتخب تونس اول العرب المتاهلين الى الدور ربع النهائي من بطولة امم افريقيا